الوحدة الثامنة السلاسل الزمنية تعريف السلسلة الزمنية السلسلة الزمنية هي مجموعة مشاهدات مرتبة حسب الزمن وغالبا ما تكون الفترات الزمنية متساوية ومتعاقبة وتختلف هذه الفترات حسب طبيعة الظاهرة محل الدراسة استخدامات السلاسل الزمنية السلاسل الزمنية لا استخدامات هامة في مجالات عديدة منها الإحصاءات الاقتصادية والتجارية والسكانية كما تستخدم نمازج السلاسل الزمنية عادة في التنبؤ بقيم متغير ما وخاصة إذا كان المتغير المراد دراسته غير معروفة محدداته ولا العوامل التي تؤثر فيه وتستخدم أيضا في حالة كون المتغير يخضع لتوقعات المتعاملين معه والتي تنعكس في المستقبل بناء على ما حدث في الماضي فعلى سبيل المثال إذا أخذنا متغير مثل الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات معينة وكان هدفنا تقديره وحيث أن هذا المتغير كغيري من المتغيرات يتحرك مع الزمن فإننا نتوقع أن يأخذ عدة أشكال عند رسمه كأن يكون على شكل خطي أو شكل غير خطي كما توجد متغيرات أخرى مثل التنبؤ بحالة الجو ودرجات الحرارة وتدفق المياه واستهلاك الوقود وحالة السوق والأسعار وكمية النقود المتدولة أوداء البنوك والمبيعات والأرباح إلى آخرة والأمثلة في هذا المجال كثيرة كل المتغيرات السابقة يمكن أن تأخذ أشكال سلاسل زمنية إذا لاحظنا تطورها مع الزمن وتوجد عدة عوامل تؤثر في تطور أي متغير حسب الزمن أي تؤدي إلى زيادته أي دفعه إلى أعلى أو نقصانه أي جاذبه إلى أسفل ومن أهم هذه العوامل هو ما يطلق عليها أو ما تعرف بمكونات السلسلة الزمنية مكونات السلسلة الزمنية رقم واحد الاتجاه العام يقصد بالاتجاه العام من الظاهرة نحو الزيادة أو النقصان خلال فترة طويلة من الزمن فعلى سبيل المثال صادرات دولة ما من سلعة معينة قد تزيد خلال فترة من الزمن أو تقل خلال فترة أخرى من الزمن وكذلك الواردات رقم اثنين التغيرات الموسمية التغيرات الموسمية هي تغيرات تحدث للظاهرة خلال السنة بسبب اختلاف طبيعة مواسم السنة نفسها على سبيل المثال مبيعات المياه الغازية تزيد في فصل الصيف وتقل في الفصول الأخرى من السنة كذلك المنتجات الزراعية تقل أسعارها في فترات انتاجها وتزيد أسعارها في الفترات الأخرى من السنة رقم ثلاثة التغيرات الدورية التغيرات الدورية هي تغيرات تحدث للسلسلة كل عدة سنوات بحيث تكرر السلسلة نفسها على فترات دورية منتظمة مثل دورات النمو والانكماش في الاقتصاد العالمي رقم اربعة التغيرات العشوائية التغيرات العشوائية هي تغيرات تحدث بصفة غير منتظمة وبسبب عوامل فجائية مثل الزلازل والفيضانات وإفلاس البنوك الى آخرى طرق قياس الاتجاه العام يتطلب تحليل السلاسل الزمنية عادة تحليل المكونات الأربعة للسلسلة الزمنية والتي سبق ذكرها وغالبا ما تخلو السلاسل الزمنية من التغيرات الموسمية والتغيرات الدورية والتغيرات العشوائية لذلك سنكتفي بتعيين الاتجاه العام الخطي للسلسلة الزمنية كما يلي باعتبار أن السلسلة الزمنية تحتوي على متغيرين أحدهما مستقل X ويمثل الزمن بالسنوات أو بالشهور أو بالأيام الآخرة والآخر تابع Y ويمثل قيم الظاهرة محل الدراسة ويتم تقدير معادلة الاتجاه العام الخطي على الصورة Y هات تساوي B0 زائد B1X زائد E حيث B0 مقضاء ثابت وهو الجزء المقطوع من المحور الرأسي محور Y وB1 هو ميل محور Y بالنسبة للزمن أو معدل التغير وE هو حد الخطأ العشوائي وتم تقدير معادلة الاتجاه العام بتقدير B1 بالمعادلة B1 يساوي N في سميشن X Y نقص سميشن X في سميشن Y على N في سميشن X تربيع نقص سميشن X الكل تربية وتقدير B0 يساوي سميشن Y على N نقص B1 في سميشن X على N حيث N هي عدد أزواج قيم المتغير ترجمة نانسي قنقر